ثم عطف على ذلك قوله واتركوا ما يقولوا آبائكم وهذه الجملة هي حقيقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اتباع آبائهم لأنهم اتبعوهم واقتدوا بهم واحتجوا بآبائهم على إنكار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى ترك ما يقولوا آبائهم فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بأمر الله عز وجل وعبادته سبحانه وبحمده فإنهم ادعوا أن الله تعالى أمرهم بما أمرهم به من الشرك وأمرهم بما أمرهم به من سيء العمل الذي كانوا عليه حيث كانوا إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم جروا في ذلك بالاحتجاج إن الله أمرنا بها فيدعون أن الله تعالى أمرهم بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فأمرهم أن يتركوا ما يقوله آبائهم في شأن التوحيد وفي شأن عبادة الله وحده ولا شريك له ترجمة نانسي قنقر